بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات أسأل الله لنا ولكم أطيب الأوقات وأحسن الفهم في الآيات وأحسن القبول من رب السماوات يا مجيب الدعوات فرج عن أمتنا الكربات والنكبات والويلات والعثرات والشتات اللهم أمين وبعد حياكم الله أينما كنتم في أرجاء عالمين العربي أو أرجاء عالمين الإسلامي أو أرجاء العالم موزعين على القارات حياكم الله وبعد العالم العربي كأنما هو بركان يتهيأ للثوران وللانفجار لا يبقي ولا يذر لأنه كبت الشعب العربي طويلا وكتم صوته طويلا وحرم من حريته طويلا ونهبت حقوقه طويلا واعتدي عليه طويلا واحتلت أرضه طويلا وصبر صبر الجمل العربي العربي الحر العربي الثائر أبو الثورات العربي مع هذا كبتته الأنظمة كبتا وخنقته خنقا وضغطته ضغطا تسكت وإلا فسكت على مضض لكن بيستغل أي فرصة من أجل أن يعبر عن طموحه عن أمله في أن يكون له من الحقوق والحريات مثل باقي شعوب العالم إخواني فاتني أنا أعتذر لضعف الصوت قلت يعني نصف أداء ولا نحرم اللقاء فسامحونا يعني هذا ابتلاء إنما نسعى الله لنا ولكم دائما العافية يعني الحمد لله وقد نكمل وصلتين وقد نستطيع الثلاثة نحن تسهيل المولى يعني نمشي على الفيض ونشوف ماذا يفتح به الله وماذا يجود به مولانا وما يكرمنا به سبحانه نشوف على كل حال عنوان هذه الحلقة تعودنا أنه نعطي لكل حلقة عنوانا من أجل أن ننظم تفكيرنا وفق هذا العنوان أقول بالأمل والعمل نغير الواقع العربي المختل وكيف يفقد الأمل موصول بالله عز وجل الأمل إخواني أخطر ما يبثه المجرمون في النفوس اليأس هو سعد أهل ما فيش بايدة يا عم سيبك ما مش هتنفع مش هيمشي مش هنحصل إحنا عاوزينه يعني بد في روح الاستيئاس إنه لا ييأس من روح الله إلا إلا القوم الكافرون لا يأس مع الإحباء مع الإيمان لا إحباط مع الصلة بمولانا الذي يدير ويدبر أمر الكون سبحانه مثل ما يقلب الليل والنهار يقلب أوضاع الدنيا فهي خافضة رافعة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الصهيونية معربدة على العالم لكن منو قال إنه هذه العربدة على العالم مستمرة إلى ما لا نهاية قلت لكم عشرات مرات يعني في عمرنا القصير شهدنا تفكك إمبراطوريات ضخمة لدك على بريطانيا الآن اللي كانت تحكم العالم الآن شفتوا أنتم مجلس العموم بتاعهم قايمين قاعدين نقعد في الاتحاد الأوروبي نطلع الاتحاد الأوروبي نطلع نقعد نطلع وهم قاعدين طالعين نازلين يعني منظر هزلي صرهم على الحال شهور طويلة ولا بت في المسألة ولا رأي قاطع في المسألة فقط جيريمي كوربين رئيس حزب العمار المعارض بتكلم بتكلم أعضاء من حزبه بتكلم من المحافظين حزب تيريزا مي بتكلموا وتبادل آراء وتبادل أقوال هزلت بريطانيا اللي حكمت الهند والصين وكندا وأمري الآن منكفئة على نفسها تلعق جراحها وضعفها دهات سياسة على راسي لكن دهات سياسة ما بقي بيدهم حيلة على كل حال إذن هذا عنوان حلقتنا فإياك أن يسربوا إلى قلبك الاستيئاس أو الإحباط أو القنوط أو عدم يعني رؤية أفق أفق مسدود لا إحنا نرى من فضل الله بإيماننا ما لا يرى الناس الموصول بالله يرى ما لا يرى الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس لما فرانسيس فوكوياما مثقف كبير ومؤرخ وكاتب وسياسي وقول ما شئت يعني دماغ ضخم بيج مايند لكنه شغال بالفكر بيزنس كتابه اللي كتبه End of History لنهاية التاريخ هذا كلام من أجل أن يروج بقاء سيادة أمريكا فوق العالم يعني بعد ما انتصرت أمريكا في حرب العراق 2003 عراق بلد محاصر من إخوانه أولا كثير غزة اليوم التاريخ يعيد نفسه نفسه ولا من يتعلم ولا من يتعلم محاصر من مفتشين كلهم جواسيس الأمم المتحدة بفتشوا على نمل بفتشوا على كل شيء طفتشوا على يسر يقول لا 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 مهم وأصبح القرن الحادي والعشرون قرنا أمريكيا صافيا لكم خلا لك الجو فبيضي واصفري يا أمريكا عربدي ونقري ما شئتي أن تنقري يعني بوشي الأب بوشي الأب وي وان ضوار بوشي الأب وي وان ضوار نفسه المهم وقالوا عنها حرب صليبية فلما ضج العالم ترجعته حروب ديني قال أنا ادون من ذاتي أنا لا أقصد هذا إنما يعني حرب تعاونية يا ولد بخمونه وهم ينطلقون من منطلقات دينية ونحن محرم علينا أن ننطلق من منطلقات دينية يعني في كتاب هيك الإمبراطورية الأمريكية والإغارة عن العراق بيقول بوش يتصل بمتيران أظن وقته متيران أو جاك شراك واحد منهم متيران غالبا بيقوله يعني بدنا ياك معانا في الحرب على العراق بريطانيا وفرنسا وألمانيا والغرب والعرب والزط والنور كله من أجل أن يدمروا بلدا ضعيفا من العالم الثالث لكن ما جريمته آني يخش العراق لا عمره الخطة لتدمير العراق موضوعة قبل دخول الكويت مش موضوعي هذا لكن الحديث مثل ما بيقولوا يجر أطرافه يعني بيجر بعضه بعضا عشانهم يجيك بنفذ مخططات المهم بسنه الكلمتين بيقولهم متيران أو شراك بيقولهم يعني بدنا ياك في حربنا على يأجوج ومأجوج الذين ذكرتهم التوراة السلام في زعيم عربي بيقول يأجوج ومأجوج ذكرهم القرآن إحلاء طبعا إحلاء طبعا إنما هم ينطلقون من منطلقات دينية والتوراة بالذاتة لأنه الإنجيل ما في شيء يعني حكايات عن المسيح بسيطة جدا لكن اعتمادهم على الأهد القديم في قراءة التاريخ الماضي خلاصة الآية التي نريد أن نكون في ظلالها بهذه الحلقة وبها نبتدئ الحديث هذا كله كان يعني تمهيد بالحديث أو فتح باب الحديث أقول قوله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون أربع كلمات وأربع كلمات ثمان كلمات خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ثمان كلمات سبع وثلاثين حرف ورقم الآية سبع وثلاثين من سورة الأنبياء الأنبياء يعني معناها ذاكر عدد كبير من الأنبياء نعم أربع عشر نبي نعد لك إياهم إن شاء الله تعالى أولا موسى وهارون موسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذلكفل وزكريا ويعيا ومريم ابنها طبعا إبن عيسى دون أن يسمى اسمه والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وربنا وابقالوا أوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين خلاصة إذن هي سورة الأنبياء اسم على مسمى ما قلناش بنود الحلقة إذا أكرمنا ربنا بالاستطاعة الحرب على غزة وسنتكلم عن الثورة الجزائرية وبدأ عرج دقيقتين ثلاثة على فتوى الهباش الهباش من أقرب رجال عباس يمكن عشان الوزن والقافية والسجع والشدة الشدة نعم الهباش وعباس شوف الفتاوى كيف الدين يفهم الله الله مدد وذكرى تأسيس الجامعة العربية عمر غير مديد إن شاء الله أربع وسبعين سنة عجوز شمطاء لا بتخلف ولا فيها خير ولا عملة نشي المهم إذن سأريكم ألفت النظر إلى رسم كلمة سأريكم في واو بعد الألف أولا لتعلم مشاهد الكريم والأخت الكريمة أن الرسم توقيف بمعنى وحي بمعنى أمر من الله القرآن مش متروك للنساخ يجتهدون كما يشاءون مرة يجيدوا يا مرة نقصوا يا مرة يجيدوا آه مرة يحذفوها مرة يجيدوا ألف مرة يشئلوها هذا قرآن محفوظ بالحرف مش محفوظ على الجملة فقط على الجملة والتفصيل لا يزيد حرفا لا ينقص حرفا ولماذا زيدت الواو يا شيخنا سأريكم الواو فيها معاني القوة سأريكم آياتي فلا تستعجلون فلا تستعجلون فلا تستعجلون فلا تستعجلون راحة الياء برضو يعني هناك زيدت الواو للقوة وهنا عشان يعبر عن العجلة فلا تستعجلون وبرضو مطلقة تستعجلون تستعجلوني الخلاصة فاتحة السورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوة إلى آخر الآيات الكريمة اقترب للناس حسابهم ما محلها إلى السلام وشوف ختام السورة قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يعني يا رب المسألة أخذت حدها ومداها إذن يا رب احكم بالحق وأنت سبحانك وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يعني جل القوم ما آمن ولذلك يا رب أنت المستعان على كيدهم ومكرهم وتآمرهم بك نستعين على هذا الواقع العبتي الواقع الصاد عن سبيلك بك نستعين وربنا الرحمن إذن كأن فاتحة السورة فيها إلماح إن ما كان اشتصريح بموضوع الوقت خلق الإنسان من عجله وشو العجلة هي العجلة اختصار الزمن يعني عاوز أوصل بربع ساعة من أمان للزرقة مش معقول طبعا زيحان بده ساعة يا أبو قال بمشأ البنكيت ما شاء الله خلاصة يعني فالعجلة ما هي اختصار الزمن إذن اقترب للناس حسابهم كان ينبغي أن يتنبه لأنه اقترب لهم حسابهم لسه القيامة يمكن بيضا مئة ألف سنة أنت يعني بعض الناس نائم على المسموعات القيامة مطولة أنت ما لك ما القيامة قيامتي وقيامتك عندما الضجعة الأخيرة هذه نغمض التغميض الأخيرة نغمض عيون لهم مش إحنا بموت بحلق بعدين نغمض لعيون تبدأ القيامة يعني بمعنى تبدأ المسائلة ويبدأ الحساب ويعرف الإنسان مقعده من الجنة أو مقعده من النار إذن متى القيامة يمكن بكرة قد نبيت ولا نصبح نعرفش ولذلك اقترب للناس منتهى الدقة إذا القيامة العامة اقتربت الزمن نسبي الزمن نسبي يمكن القيامة بعد نصف مليون سنة ماشي وانت مالك انت كم حتعيش قلنا الآن خمسين قدامي عشرين سنة انت عم تاخذ المتوسط يعني متوسط الأعمار ربما متعيش سنتين ثلاثة فاتطولش أملك واعتبر دائما ان اقترب عن الناس حسابهم وهم في غفلة الغفلة داء قاتل الغفلة احذروها اخوالي امتنا الآن العم غافل امتنا الآن غافلة عما يرسم له بنرقص لمن هب وده انخلبوا على المنتخب رأسنا لهم حطينا الجزمة فوق دماغ وبوسنا وحط فوق دماغ وحط فوق دماغ خلاص شوفنا منظر عم عم عويس خلاص اموس المصطر حط فوق رأس يعني احنا عزل حكم العاصقر شفت هو حكم العاصقر وصلوك لفين يا ظن أمك احنا في احسن حال عبد العال عنده احسن حال احنا في عائل العال العاصمة القديدة والشوارع العديدة والجسور المديدة وحنا قاعدين على الحديدة والديون جبال سداد ويحتاج إلى خمسين سنة على خير ان شاء الله آهن آهن لأن فيش مقاييس نرقص لمن هب ودب للمخرب للي مش مخرب احنا مش تاهمين شيء اصلا غفلة غفلة العالم العربي كل العام غافل وهم في غفلة معرضون خلق الانسان من عجل هل هذا الوصف وصف ذم لا لا ليه لأنه هو خلق هكذا يعني لا يخلق على صفة ثم تذم الصفة التي خلق عليها انتبه يعني ما معقول مولانا اذا هو يصف الواقع ويقول لك اياك ان هذا الطبع العجل يتحكم بك بل انت تضبطه وتتحكم به تماما مثل قول تعالى ان الانسان ايوه خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ان المصلين اذا وصف لك الداء وصف لك الدواء ما علاج الهلع والجزع والمنع ما العلاج الايمان وترجمته العملية الصلاة يا السلام الا المصلين فانهم يتعافون من هذا المرض او هذه العلل جميعا الصلاة تمسح كل هذه الصفات السيئة تمسحها تماما كأن لم توجد اذا هذا ليس معاذ الله طبعا ليس وصف ذنب وانما وصف الواقع ليتم التحكم به موارد ذكر العجلة في القرآن بقول وردت العجلة جذر عجلة سوى العجل 11 مرة امناش علاقة بها انما 22 صيغة 36 مرة مش عاوة استعرض لك اياها وعجلت اليك مثلا ربي ما اعجلك وما اعجلك عن قومك الى اخره عجل عجلنا نعجل الخلاصة يعني لا نطيل باستعراض هذه المواد مقابل اربعين مرة خلقنا 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 خلقناكم خلقناهم مجموعة اربعين مرة ما فهمناش مقابل خلق خمس مرات ولا ما نفهم شي صبرك عليها خلقنا بنون العظمة خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد خلقنا خلقناهم خلقنا الانسان في احسن تقويم لكن شوف ان الانسان خلقها لوعة خلق الانسان من عجل و خمس مرات مثل ما قلنا فلينظر الانسان مما خلق خلق سورة الطارق مما اندافق وظل اول وحدة اللي هي سورة النساء اللي هي وخلق الانسان ضعيف يا سلام على القرآن سورة النساء سورة المستضعفين اربع مرات كلمة المستضعفين لم ترد في القرآن الا في سورة النساء فهي بامتياز سورة المستضعفين اول كلمة انسان في القرآن سورة النساء ووصفه الضعف في سورة المستضعفين شفت أنساق القرآن يا أخوانا إخواني بدنا نتذوق جماليات القرآن وأنساق القرآن أحد أهم أوجه جمال القرآن أنساق مش نساق أنساق لا نهائية وهذا وصف ظنم لا خلقك ضعيفا ليحاسبك حساب الضعفاء ولله المثل الأعلى ابنك ابن سنتين أو ثلاثة بلعب ضرب مزهرية كسرها هتعمل له مش فاهم ولا حاسس لكن ابنك في التوجيه قال زعنا من أمه رح كاسر المزهرية بحاسبه بحاسبه طبعا وبعاقبه إحدا وخلق الإنسان ضعيفا ليرحمك خمس مرات برضو ما فهمناش كأنه لما ذكر الإنسان بالصفات السلبية بني الفعل للمجهول خلق الإنسان لما ذكر الإنسان بالصفات الإيجابية أو الاتيادية أربعين مرة خلقنا وموزع على خلقنا مطلقا خلقناهم خلقناكم المهم أربعين مرة مثل ما سنف القول طيب ماذا نقول بعد ذكر في سورة النساء سردا يمكن مثل هذا العدد من الأنبياء لكن هنا الفرق أنه في تفصيل عن الأنبياء وذكر في سورة الأنعام مجرد سرد أسماء مثل هذا العدد وقد يزيد واحد أو اثنين لكن فقط سرد أسماء فقط إنما هنا في تفصيلات عن الأنبياء هذا الفرق في سورة الأنبياء ملاحظة أخيرة هذه الحلقة رؤونة يمكن بدنا كمان حلقتين أو ثلاثة مع الآية الكريمة الله وعلم ملاحظة فيش أخير المهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج موجودة بهذه السورة وفقط في سورة الكهف يا سلام إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض الملاحظة هي بين ذكر يأجوج ومأجوج في الكهف ونهاية السورة ستة عشر آية وبين ذكر يأجوج ومأجوج في الأنبياء إلى نهاية السورة ستة عشر آية هي نسق آخر والكلام عن أنساق القرآن يطيب ولا ينتهي مع الحلقة الثانية نتكلم عن الموضوعات التي ذكرناها آنفا كونوا معنا عسى الله أن يمدنا بالطاقة والقوة إن شاء الله نراكم في الوسطة الثانية أيها الأعزاء ترجمة نانسي قنقر إخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا والدين إنما أنزله الله ليعمر الدنيا ويصلح الدنيا ويحكم الدنيا ويزكي الدنيا ويرتقي بالدنيا ويجعلها دنيا فضلة فاضلة كريمة عزيزة عادلة بدل الظلم والإجرام والعنف بدل الاستحواذ والاستئثار الدين يعطي كل ذي حق حق لكن من يحكمون بالدين مش بالضرورة مش بالضرورة إذا نرجع إلى الدين نفسه يعني ولا ننتقي من يمثل الدين انتقاء إلا ننتقي الله في اختيارهم خلينا الموضوعنا الآن الحرب على غزة ما هو في دين لماذا العرب يحاربون غزة عشان فيها يعني ها مسحة دينية بيحفظوا قرآن بقيام رمضان يا أمهم رئيس وزراءهم في التراويح هذا لا يجوز رئيس وزراء يحافظ القرآن ومسكينه من رئيس وزراء بسير أعمال وقال هذه سلطة من شقة 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 عن مين يا أمي كان يحكم هذا أحلان ما أنا بحث في الواقع وبوشباك والمدهون الثلاث المرأة ما قلت لك كان يدوس على لحى الشباب بالبساطير ويقولوا للشباب الزنزان اللي جنبك لربك كلمة اللي كانت قولها المخاورات المصورية للمتدينين الزنزان اللي جنبك لربك أعادها الثالوث عم نبكي الدحلان والعباس والهباش غزة لازم ترجع للشرعية شرعية مين شرعية التنسيق الأمني عمو نتضحكوا على الحال يا أبو غاضكم أنه غزة توقف في وجه إسرائيل نقطة نلف وندور لو والعرب كلها ما قلت لك يعني إخواننا في حماس كانوا محدثونا عمر سليمان إسرائيل تعطيه ثلاث شروط لتوقيف الحرب أو الهدنة يزيد من عنده بندين ونحن نفهم له آخر بندين زيادة من عمر سليمان مضى شهيدا شهيدا إذن قذافي مات شهيدا عمر سليمان شهيدا قذافي ماله كان يهزأ بمحمد يهو ماله ويقول أسحاش لمقامه تركونا منها السيرة لا إله إلا الله الحرب على غزة العالم العربي برمته أصبح جسما قابلا للمرض الذي اسمه إسرائيل يعني التطبيع نجح والآن كله كان الوده سرا أصبح الوده علانية وجهرا فوق الطاولة ازهقنا من تحت الطاولة لقاءات تحت الطاولة فاكرين ونقولكم كل عالمكم العربي منسق من تحت الطاولة ولا مش فاكرين والله من بدر وإحنا نقولها والله من أربعين سنة وإحنا نقولها العالم العربي كله من تحت الطاولة منسق لأنه أحيانا ثمن ثمن الكنباية المهم أن تنسق وأن ترضى عنك إسرائيل إذا رضيت عنك حسبت الناس كلهم راضين وإذا غضبت عليك بنو إسرائيل حسبت الناس كلهم غضابة غضابة المهم فالجسم العربي قبل جرثومة المرض وتكيف معها يعني صار مثل عندي عنده تحوصلت الجرثومة وقعدت في الجسم بأي لاحظة بتنقض إنما هي الآن متحوصلة في الجسم العربي يوشي كأن تستحوذ وتقضي على هذا الجسم إن لم نتدارك الخلاصة بقي جيب صغير جيب صغير أدو عؤلة الصباع أدو كده اسمه غزة هذا غزة بعين إسرائيل وغزة في قلب إسرائيل من فضل الله ولذلك العرب يحاربون غزة والعرب يحاصرون غزة أقول لي حسن مبارك كانوا حصار حصار إيه ما عندوش خبر وجسيشي كان يقفر الحدود بالمتين يوم قانون دولي لا يسمح ممنوع هذا اسمه قتل أدو يمنين هيدبروا نفسهم حد قال لهم يتبنوا الإسلام أه أمال إنت إيه مش إنت رئيس مؤمن أنا ما قلت إش دكة مع محمد أنور اللي هو سادات أه حمد أنور أما أنا مش محمد أنور أنا حاجة تانية خالص دكة كان عملي طبع أنت عامل طبع برضو بتعملوها صناعي ولا إيه أنا مش فاهم ما تعد يا عم الله يكرمها ما شرح نعدينها عدي إذن بقي هذا الجيب يرفض هذه الجرثومة ويقاومها بكل ما أوتي سلما وحربا سلما مظاهرات و مثل ما قالوا التشويش الليلي هذا إسرائيل أنا أم تعرض عليهم وقفون المظاهرة الليلية والبضائع التي منعت دخولها للقطاع أسمح بدخولها أحيانا إسرائيل ديش تفتح العرب يقولوا لا تفتحوا أحنا نقولكم لا تفتحوا العرب وعباس أولا أول المعارضين أخنقوهم كهربة لأة مية لأة لما ضخ السيسي ماء البحر أتلف المياه الجوفية العذبة شكرا وبكرة تشوفوا مصر شفناها وبكرة تشوفوا العالم العربي شفناها أسوأ من كده ما حصلش على زمانكم على زمانكم الماسي الماسي ماسي ماسي بقول الماسي يعني ماس برايتنج تونكلينج المهم متلقلق هذا الجيب يقاوم جرثومة المرض ولذلك باقي الجسم يقاوم يعني كيف سرطان نسأل الله العافية أنا ولكم السرطان خلايا من الجسم يا الله والله واقع العالم من الضبط تبدأ تاكل بالخلايا السليمة الخلايا المريضة تبدأ تاكل الخلايا السليمة وهذا الجسم المريض المعتل المختل المحتل بقاوم السليم قلبه من جوة محروق ليش في جيد يقاوم اسرائيل فيكشفنا ويكشف زيفنا ويعري خيامنا خيارنا خيامنا كلمة زهيك كلمة زهيك أنا ما قلت خيانتنا ما حد يلبسني لا المهم فالكل عم بيقاومه طبعا اسرائيل محاصرة مصر محاصرة السلطة محاصرة تقطع الرواتب يطلعون ناس يعني احنا طباء وممرضين وممرضات ويعني عمال مستشفى عمال نظافة في المستشفيات تقطع وراء تبني ليش احنا بنعالج جرحة قالنا ما لكمش عندي قال لنا ما لكمش عندي قلنا له يا ريش يا كبير القلب مش كبير السن لا اله احتفل بعيد ميلاد الاربعة وثمانين هابيبر دي تي ايه اربعة وثمانين شمعة ايه الحمد لله عيد مبارك ان شاء الله وبال اربعة ومية واو خلونا في الموضوع بناش اخ 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 لانه يعني ما فيش مثل قياجة عباس اطلاقا كفاءة واقتدارا ومحبوبية وحنكة وحكمة وكله وبعدين الكبير يسع الصغير مش واسع غزة بتعندك تضفة ولا بتكلموا عن تهديد الاقصى ولا بتكلموا عن المستوطناء بتكلموا بس عن غزة غزة لازم ترجع غزة لازم تركع غزة لازم تولع غزة لازم تفقى عشان تدخلوها في التطبيع يا عم عباس لك سيب الجيب المقاومة لا حل عنهم كفوا أذاكم قال لا والله ما بكف لا والله لن أكف أذاي عن هذا حتى يرجع إلى الشرعية مش الشر شرعية شرعية أي شرعية شرعية التطبيع يا عم عباس شرعية الخنوع لإسرائيل ما يعني خليها عن الله شرعيتك خليها عن الله إذن باقي الجسد صار يقاوم هذا الجيد لصالح المرض لصالح العدو جنبا إلى جنب والسلطة الوطنية تحتاج إلى وقفة خاصة فلئن تقبل الجسم باقي الجسم العربي تقبل جرثومة المرض كان ينبغي على السلطة أن لا تتقبلها وهي المكتوية بنار الاحتلال والمكتوية بقطع الأرض وقضم الأرض كل يوم والمكتوية إذا هي مكتوية أنا مش عارف بالجسد هي مش مكتوية ولا ملتوية ولا مستوية عندها وأخذ الأرض من قبل إسرائيل عادي وغزة تنفصل عن التبعية الإسرائيل مش عادي ما دونهمش أقلبة نحن في زمانش أقلبة من تعرف شاء لباز على أخوان المصوريين شاء لباز طيب يا سيدي أي شيء لباز كله فلأن السلطة الوطنية جدا خلي بالك والفلسطينية جدا جدا خلي بالك ملحي كانت حركة مقاومة فالمفروض أنها تتعاطف مع حركة المقاومة باعتبارهم كانوا في الماضي ناقص كانوا حركة حركة مقاومة نعم آه أنت بدك رأي هي كانت حركة مقاومة من أجل المساومة وعطوهم سلطة وصار فيه فخامة الرئيس يجتمع مع كارتر ومع بيغن ومع الفلاشات الكاميرات هذا بسوى الدنيا بسوى الدنيا أي والله ما أحلى هيك الفلاشات تعمل خلاص المهم هذا اللي احنا أخذنا فخامة الرئيس ولا رئاسة فاكل لما حصر عباس في المقاطعة بعدين أتبأت ما نحطون إلا واضح الكلام اللي بنحكيهوش لأنه مش مش كل ما يعلم يقال صارت معروفة صارت معروفة وارسلوا حقق قلنا لكم من أول يوم لن يحقق إنك فصيح أنا ويش فصيح أبا المقاومة لكن يبدو إنه عمركم ما كنت مقاومة أو على أكتاف الكام عملية اللي عملوها الشباب المخلص لوطنه لدينه بعضهم أنتوا تسلقتم على أكتافهم صرت رؤساء وفاوتتم وساومتم ووقعتم الاتفاقيات في وي ريفر وكام ديفيد ووسلو وناخره وقع 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 مرة بعد مرة بعد مرة وهي قامت لنا دولة من هنا من الجزائر أعلم قيام الدولة الفلسطينية وقوفا وقوفا كالأشجار كل المجلس قب قب وحدة وقوفا أنه أعلن قيام الدولة الفلسطينية على الأرض قبض الريح هش هذا عنوان كتاب قبض الريح امسك اقضب اقضب يا رجل قبض الريح لمن هذا عبدالقادر المازين المهم هذا هسنا في المازين الله يهديكم نرجع لموضوعنا ولا تعجبوا ولا تعجبوا من إيش أقول بريطانيا كانت تحكم على الأقل ثلاث قارات أربع قارات قسم كبير من أفريقيا مقسوم بينها وبين فرنسا وقارة آسيا قسم كبير منها الهند والصين واستعمارات بريطانية وأستراليا كلها أمريكا شمالية كندا والولايات كلها كانت تحت حكم بريطانيا ممكن نسأل كيف بريطانيا طوقت على العالم تبث جنودها من هونج كونج والصين وما وإيه لا لا ما أنت رحت ذهنك بعيد كانت تجند من أبناء المناطق المحتلة ما تخضع به المناطق المحتلة وصلت الرسالة كينيا بلد أفريقي ما أنهم الكينيا أهم صبرك قلناها من قبل بتلاقي فيها هنود عدد كبير وإيش جاب الهنود جابتهم بريطانيا اللي من ضمنهم إحسين أبو أوباما أبو أوباما عبد الباري اللي سمى نفسه باراك اسم يهودي عشان دسمه ماركتنج هذا اسمه فني الماركتنج قلت لك أبو جاي من أمريكا بعد ما حملت أم باراك أوباما مش موضوعنا الآن تركها وجاء راجع مات من المطار إلى البلد نيروبي ولا غيرها مات في الطريق حادث سير وراح فيها إيش اللي جاب الهنود على جنوب أفريقيا قلت لك استضافون والله في جنوب أفريقيا ملوك الهنود اللي كان منهم أحمد دهدات إيش اللي جابهم جابوا الهنود يحتلوا بهم جنوب أفريقيا وانت سرحت فينا هالسرحة الطويلة هلوهش عشان أقول لك الآن إسرائيل بتصور نفسها دولة استعمارية مثل بريطانيا أرضها المباشرة زعما طبعا مهلا مش عندنا ولا صنتي مش شبر لا واقعنا الأعوج بتصلح أمو الواقع الفاسد لن يستمر إلى الأبد لا لا ده بعيد عنك في إله للكون يبوي يأبى هذا الواقع الرديء المهم فاكر دايتون كيت دايتون الأمريكي اللواء في الجيش الأمريكي قال لهم أعطوني ستة شور ومتين مليون دولار إيش بدك تعمل مش شغلك سق بي ترسمي سق بي خليني نشتغل درب جماعة السلطة وسلحهم المتشنجون المتطرفون الصهاينة قالوا أعطتهم سلحة الفلسطينيين قال أمو بس تصبر شوي ستعرفون غدا لمن سيوجه السلاح أنا دايتون والأقرى على الله هلا هلا واضح يا بو هذه السلطة الفلسطينية بدل ما أنا أتكلف موازنات وتقاعد أعملهم دا ولا وديون الآن أنا السلطة على أقل ديون أربع خمسة مليار البركة في أمريكا بتغطينا تعطيك ليه سوى دعيونك يعني عشق زائد بيعطوك ليه مساعدات من أجل أن تخضع شعبك لإسرائيل بيتفعولك مليارات وبطنش بعمل حاله مششايف فاهمين عليها أخذ هذه مساعدات ونمطنش واضح يا إخواني إذن الجيب هذا محسد من إخوانه مقاوم من إخوانه لأنه يقاوم إسرائيل وبالتالي إسرائيل جندت السلطة من أجل أن يكون استعمارا مجانيا غير مكلف هم اللي بيطاردوا وراء المتضاهر وشفت مناظرهم كي بضربوا البنات في الجامعات خش عجامة بيرزيت يعني الحركة السلمة سكاها بدي أسحقكم سحق يا أولاد اللي ليو إيش حقد هالقد ومنو دل على عمر أبو ليلة منو السلطة يا أبو ومنو 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 تعذيب في السجون حدث ولا حراج نضحك على بعض وإحنا سلطة سلطة وطنية غصب عن اللي يرضى ومرضاش مرضاش مرضينا بالغلب والغلب مش راضي ما يرضاش إحنا سلطة وطنية اللي عجبه عجبه ما عجبه بدعش على شنبه عقدها أبو شنبه عجبه عجبه إذن فيش داعي اللي أنا أرضي اللي أنا بعتبرها أرضي بحكمها بي مايسيلف بنفسي أرضي المستعمرات أحكمها بأبنائها والله دواهي وإحنا السواهي هم الدواهي فجابوا السلطة الوطنية وما حدش يزاود علينا وغزة لازم ما خلاص المهم إذن الحكم ما له يعني الحكم لانقلابه بعتبره حماس منقلبة وذلك ينبغي أن تعود إلى حضن الشرعية الدافئ ويحاربونها مثل ما قلنا بكل وسائل الحرب إعلاميا وسياسيا واقتصاديا ورواتب وما تعدش ما تعدش ماذا نقول أيضا بد أحكي لكم قصة بسيطة واقعية إذا معنا دقيقتين ثلاثة أظن معنا ماشي الإنجليز كانوا يحتلون فلسطين من أجل أن يمهدوا الأرض لليهود مفهوم وإحنا اعتبرنا الإنجليز جزاهم الله خيرا حررون من العثمانيين العثمانيين واللي عليهم ما تقدمهم بسي الإنجليز طحفة حلوين والله نقشين وبعدين إخواننا الإنجليز العثمانيين أعداءنا يا أخي ما شاء الله عنكم وإسرائيل من هو أقامها فيه قال لي بريطانيا ما شاء الله يعني أنتم من تسبب في قيام إسرائيل قال لا خدعنا أمو والله مرض حزي الشمس لا تقول لي خدعنا المهم فاستدعت واحد من قرية من قرى فلسطين دون ما نحدد الجهاد بلاش نعمل حساسيات المهم أبو فلان عاوزينك يا فتاح يا عليم لا لا أطمئن بدنا إياك تشكل مقاومة أعوذ بالأنا أقاومكم يا عهده بس اسمع وروّق وفهم إحنا بدنا إياك تشكل مقاومة تأخذ بندقية واحدة أنت لحاملها أنت زلمتنا مجندين ناس والله في واحدة يهودية كانت آملة كتاب عن التنسيق الخفي ما بين من جندتهم الصهيونية من فلسطينيين قبل ما يغتصبوا فلسطين لهم يعني رجال الظل من المجندين ومتعاونين من بدري وبريطانيا وإسرائيل والصهيونية يجندوا عملاء وشكلوا منهم فريق عملاء مرتب ما أذكر اسم الكتاب عندي والله من سنوات ما قد ذكر لسه ما أجيبكم الكتاب أعرفكم عني المهمة فالمسألة قديمة يا بوي الخلاصة بدنا تشكل مقاومة بتاخد بندقية واحدة ومعاك أربع خمسة من رجال القرية اللي هم فلان وفلان وفلان عينهم عليهم دارسيهم كويس وبتطلق طلقة على العجل السيارة اليمين هو ينخدش جندي بريطاني بنسيب لكم في السيارة أربع بنادق بتوزحن عن أربع اللي معاك بتشكل منهم خليط مقاومة تجمع عليهم شباب من عاوز تطوع معنا عشرة عشرين بعدين احنا نكبس عليكم ونحبسكم جميع بنطلعك انت الخلاصة فشكل حركة مقاومة شباب إلى متى بدنا نستنى على الإنجليز نه فطلع في الشباب ما اسمعناش بوريد ان شاء الله أنا معاي بندقية بنصيد جيب بنقعد هنا الطريق هم وقتين التوقيت فضرب طلق على العجل اليمين نزلوا اليهود الإنجليز وجوه هاربين في هالأحراش راحوا على السيارة نهى بالبنادق وزعها على الشباب قالوا الشباب بدنا نعمل خلايا مقاومة في القرية فبدأ يجند عشر عشرين إلى آخره بعدين الإنجليز وضعوا أيديهم على المقاومة من أجل أن يكفر الناس بالمقاومة وفكرة المقاومة واضح يا إخواني قصة حقيقية بقول لك ياها تذكرتها نعم إذن أنا أعتقد أنه شكلت المقاومة من أجل هذه الأيام الحرب الأخيرة على غزة بدها وقفة لكن عندي أيضا ثورة الجزائر نبقى نكمل الحرب على غزة في حلقة قادمة يمكن أن يكون حرب تجددت وخذ الحديث عنها مفتوحا لنتكلم عن الثورة الجزائرية وانقلاب العسكر أي انقلاب نشوف لكن في الوسطة الثالثة بعد فاصل قصير نكون معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم يبدو أن رب العالمين أعان ونواصل إن شاء الله تعالى هذه الوسطة عسى ربي أن يمدنا بالطاقة والقوة إن شاء الله بحيث نوصل الفكرة بشيء من الحرارة يعني مش باهتة ولا الجزائر إذا قلت لك ما فيش بلد عربي يتعاطف مع فلسطين قدر الجزائر صدقني أتكلم عن تجربة وخبرة من فضل الله نعرف الشمال الأفريقي ونعرف العالم العربي من فضل الله تقريبا بلدا بلدا يعني الجزائر أول زيارات يلو سنة الثمانين أربعين سنة أسبوعين ألفين بي وزورت الجزائر بعدها مرات طفت شمالا جنوبا ورأيت من فضل الله من رموز ومن شخصيات ومن خلاصة أزعم أنه ما في شعب عربي يتفاعل ويتعاطف مع فلسطين كالجزائر مش معناه أنه باقي الشعوب ليست تتعاطف أو تتفاعل لكن في تقديري بتفاعل أهل الجزائر ما فيش ليه معرفش ربما لأنهم ذا قويلات ألعن استعمار مثل ما دقنا نحن الفرنسيين فقط واحد ونص مليون شهيد قتلوا في الجزائر ما في بلد قدم تضحيات مثل الجزائر مليون ونص يا الله سوى من شردوا إلى سوريا يعني بيت الجزائري بيت المبارك في سوريا معروفين ومحمد المبارك منهم أستاذنا الله يرحمه ويتقبل وإذا من تحف الزمان الخلاصة فالجزائر فالجزائر يحكمها العسكر من الاستقلال المزعوم لا تقول مزعوم شو أقول علمني الاستقلال الحقيقي مو صحيح طب ليش فرنسا قالت لهم العسكر يستمر امساكهم بزمام الأمور وجابوا لك حفتر حفتر كان بالثلاجة بسم الله يعني قاهد بمساشوسيتس ولا وين ولاية من من عشرين سنة راتف عشرين ألف دولار بالشهر وقصر ما يش ملك لليوم الموعود عمو احنا مستعمرات ريح راسك بعدين قتل القذافي القذافي رجل الغرب آه شيخ القذافي ضد الغرب ما هي الفيلم عبد الناصر ضد الغرب أمريكا في قزمتي واللي مش عاقب البحر بيضي تسبب البحر الأحمر والجماهير تقبل مدارين وكلها أفلام كلها أفلام كم ضحك على لحانة مش من نسبة من فضل الله والله واعي الفيلم كله من من الأول الإعداد بآخر الاتدائي والله واعي الفيلم كله من فضل الله مو شطارة فاقع المسائل الخلاصة فالشعب الجزائري وقلت لكم مذكرات خالد نزار في حلقة من الحلقات بيقول استدعانا بلد عربي وانتوا عارفين من المقصود وقال هاي سبعة مليار واذبحوننا الإسلاميين هذا حقدكم على الإسلاميين مو بن اليوم لا معتق مخمر قديم قديم اذبحون هاي سبعة مليار هاي مذكرات خالد نزار سبعة مليار الله عالمك العربي حرب على الإسلام نقطة ما يخدعوك ما يخدعوك اخواني حياتنا فيلم سينما احنا عايشين في وهم كبير اسمه الاستقلال دقية مزيكة وسلام جمهوري وسلام يا قدع رقصني يا قدع سلام ماها سلام خلخلاصة في الجزائر قد تقوم فيها تجربة اسلامية عملوا المذابح وبعدين ضباط مخابرات جزائرين منشقين لحقوا بفرنسا وكتبوا كتب قالوا احنا اللي كنا نعمل المذابح العن المذابح واسوها كان يتم ليلة القدر اطفال ذبح لك ماكي واحد عنده ذر الدين بيعمل هذا هادي الاجهزة يا حجي اخواني وبنعنا الطعم الاسلاميين الله يخرب بيتهم عمه مين دفع السبعة مليار لخارد نزار يا دول الاشرار منو فهموها لوحدكم السبعة مليار لك بعمر فيها العالم العربي الخلاصة فيعملوا مذابح حشان يكره الناس في الاسلام طلعوا وقتها قيادات علي بلحاج وعباسي مدني مو حشو الكبة ومش هالاوزان بعدهم طلعت قيادات بديلة انضج وذول كانوا على المنهج السلفي متشدد زيادة لكن مذابح مش شغلهم شغل الاجهزة ما نخلطش بين تخلف الفكر السلف الله لا زايدوا علينا السلف فوق رأسنا ادعاء السلف والتسلف هذه خليها على جنب السلف فوق الرأس في حبة العين ادعاء هذا مسألة ثانية خليها على رأي العراقين على صفحة فعباسي مدني خبصوا الدنيا لكن مذابح لا اللي كان يعمل مذابح الاجهزة الامنية عدت الصفحة وطويت مصدق الناس والجراح تلتأم ونسوا الموقف جابوا تفليقة من ضمن العسكر واستلم الحكم لاحظوا بطلع الاستعمار بسلم للعسكر العسكر ويجب ان يستمر العسكر عملوا في مصر انتخاب طلع سياسي من بين حزب تجمع تكتل سميه ما تشاء الاصل هيك الاصل يكون فيه تكتل عنده برنامج والعالم العربي الان وحنا منهم يقولوا يعني افش انا احزاب طب ليش معناش احزاب عمر الاردن ميت سنة ميت سنة ليش فيش احزاب قانا داري عنو بشعب دوردني ما بحبش الاحزاب طب اسمحوا بالحرية الحقيقية وشوفو يعني ما الكل فاهم على الكل ليش نقود ندور ونلف يعني لويش عندنا اش احزاب يسمحو افتح الباب تسمع الجواب احنا ما النا احفاء الان لا احزاب ولا عباسي مدني ولا علي بالحاج الشعب الجزائر وكله في كل مدنه طلاب جامعاته عمال وعلى كله في الشوارع تتنحاو تتنحاو او يتنحاو يتنحوا يعني ترحلوا يعني ترحلوا بوتفليقة واضح انه من زمان معطوب يعني والله من زمان والله من خمسة وعشرين سنة كاتب كلام ومتكلم كلام ضده ايه والله من خمسة وعشرين سنة الرؤية واضحة من فضل الله مش اقول لك يعني مهم عدي الان الشعب وعى شوهولوا الاسلام فهم اللعبة انه كلها كانت مفتعلة بدنا الان طبعا في احزاب اسلامية الان ناضجة معتدلة قيادات وازنة منطق جميل ونفس الشي موريتانيا ونفس الشي تونس من فضل الله ونفس الشي المغرب الى اخره يعني من يحكمون اصدقائنا ولكن بيحاولوا يفشلوا من بحرف ايش بيحاولوا يفشلوهم بطلعوهم كلهم وبيعلقوهم بالمتظاهرين هيحرقوهم حرق ما هي مشكلتنا احنا يعني بسلم الاسلاميين بحطوهم بعدين رجل في الطريق تعرف ماشي ومش منتبه عطرش لك بتجيبوا على وجهه وهذا هيسلمناكم السلطة يا اسلاميين ها 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 هيسلمناكم ها بحط ميت مرة رجلي قدامه عشان يجي على بوزه كش سنانه راح تخشمه راح مش مشكلة بعد ما يفشلون بقولي يا اخي يا شعب ها اعطيناهم عشر سنين ولا لا اعطيناهم ها علينا ملامق لا حاشاك والله تخطاك اللوم اشهد اعطيناهم فرصتهم ونجحهم يعني ال الهيكل العظمي اللي كان حاكم المغرب رئيس وزراء مثل ما بقولوا اكل عليه الدهر وشرب اشتراكي قال اعمل نفسه وادريس البصري وزهير داخلي عنده قبضة من جمر مش من حديد وكاتب مذكرات قال لهم اللي بتعرض لي اي مذكرات بباريس كل اسراركم في باريس كلمة مني بنشره وقلتوا من اصار لي شي انشر الكتاب بنشر غسيلكم على السطوع فاهمين على بعض يا بوي بيعرفوا على ايه ببعض خلينا في الجزائر الجزائر الشعب كله راح يتعالج اخونا ورجع من العلاج ورجع لا يصلح يعني هو راح لا يصلح ورجع لا يصلح لكن الفرق انه الشعب في الشارع هذا الفرق يتنحاو كلمة واحدة احمد قايد اللي برفع شيء عن الورق وان الشعب الواعي طد افت ورجع نوجك يا اخي لدني انا يا امه احمد قايد ولاحظ ان ام سميته قايد يعني يبدو متأملا في خير وهذا صدقة ظنها ما شاء الله ام احمد الله سميته احمد قايد ايه وصالح وعلى عبد الله صالح تحفى العالم العربي المهم العسكر بعدين يا عم أحمد يا قايد يا صالح انت بتتكلم بالتلفزيون بتقول الشعب الجزائري الشعب الايه واللي مش عارف مين مظاهرات اخشاء تستغل لجهات معادية خارجية اها اذا مين المؤهل انه يضبط البلد بنظام ودقة والعسكر ما في غيرهم كيف خدع الشعب المصري العسكر فشلوا مرسي بنزين ما فيش ادوية ما فيش فشلوا انجح رئيس مرة على مصر مرسي لكن العسكر مسكين كل شيء ومكوشين على كل شيء وانت لك زورة مصر في تلك الفترة نطلع بتكسب بعبي بنزين يوقف طبور كيلو البفاشل ما ينفاش مداري الشعب المصري من العسكر ما سكين كل الحياة يا بو الرز عند العسكر والسكر عند العسكر والبطاطس عند العسكر والطماطم عند العسكر ومي عند العسكر كله عند العسكر ففشلوه طبعا وطلعوا الناس ينكتوا عنه حركة تمرد التظاهر واقب يلا يا اخواننا تلتين مليون متظاهر الان لو وقفوا اتنين في مدان التحرير يلا انت هو يا ابن الستين في سبعين واي فينا ليه قالوا انا بانطر الاوتوبيش اوالله طبعا منعوا خط الاوتوبيش يمروا من مدان التحرير يعني قبضة من نار من حديد من فوق المهم فاحمد قائد العالم كله بقول هذه حركة انقلاب الان بقول نعلن شهور المقعد الرئاسي طبعا هو شاغر من شهور طويلة بينما العسكر رتب انفسهم انا القائد احمد قائد هو القائد انت رئيس وزراء عندي انت وزير الداخلية عندي انت مدير المخابرات عندي وزعوا المناصب وحيتفاجأ الشعب انه طلعت تشكيله ممنوع لانتخاب في العالم العربي وولد عبدالعزيز في مريطانيا رشح وزير الدفاع عشان يظل هو يحكم ثروهم من خلاله العسكر مصر العسكر مرتاني العسكر ولا العسكر والجزاء العسكر والدولة تبدو مدنية هي في الحقيقة تحكمها لاجهزة عسكرية وامنية والاخر هي هذه الدولة تبدو مدنية يعني حافظ الاسان شمو عسكري دخلوا في حزب البعث وسيطروا عليه من الداخل طائفة العلوية من قبلهم على ويني زعين ومشي زعين سلسلة يا بوي سلسلة خلاصة إذن عالم العربي يجب أن يحكمه العسكر لأن العسكر هم من يحفظون مصالح الغرب في البلاد العربية مؤتمنون وذلك لاحظ لازم كل عسكر روح دوره على أمريكا من أجل أن يدرس لا من أجل أن يدرس حجي من أجل أن يدرس والله ما نفهم شي فاكر ولا ناسي فاكر إيه ولا إيه الطيارة اللي كان فيها تمانية وتلاتين طيار مصري فاكر ولا ناسي طبعا حسن مبارك فوق ناس المهم وآخروا السيسي طلعوا جميل بطوطي قائد الطائرة بدأ الخلل في الطائرة وضربت بصاروخ وكانت توفى جم طائرة إلعال احتمال أنه واحد من إلعال حط له لغم لاصق في ذيل الطائرة في الذنب يا رأس ملا ولا ما رمس ما حد من تبه طارت الطيارة فجر بالجم اللهم إذن احتمال إلا كانت جم إلعال المصريية وإلعال تأخير السيسي ثمانية وتلاتين ضابط قلت لك بروح عشان يدرس بعملونه تسموه التكيف الاجتماعي بطلع ضابط مع ضابط مسيرة ثلاث أيام بلياليها في الأحراش الضابط بالشرط وافهمها لوحدك عاد إذا كتبوا في التقرير التكيف الاجتماعي صفر راح شهرين ثلاثة وقالوا مقدم متقاعد الله يعطيك العافية بس أنا لسه أشام ما أهم مش مشكلة خلي الدور لغيرك إخواني العالم العربي أعقد من كل ما تتخيلون وضع معقد بعدين محسن المؤال قال لفوا الملف خلاص يعني استشيدوا الله يرحمهم خلاص بقى أمريكا قالت البطوط انتحر لأنه قال توكلت على الله أو ترانسليت إتفورس قال يعني توكلت على الله ها إذن معناها بدي أثباحهم خلل في الطائرة وقل توكلت على على أبويا توكلت على أمي توكلت على سيدي توكلت على الله يا رب عاركتك أهلنا اتفجرت الطائرة أو ضربت صاروخ من جزيرة لونج آيلند احتمالين ضربت صاروخ من لونج آيلند جزيرة حوالي نيويورك أو طائرة العال حطولهم مراقبين الأمن عند إسرائيل نمبر وان في العالم في العالم ونحن نعاونهم السلطة الوطنية جدا نحفظ لسانك وتأدى وانت تحكي عن السلطة حطيدك فوق راسك ولو مش لها الدرجة وقال لي هالدرجة بلس ولو 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 بلس كمان قال لي آه عشو نتفكر المهم فالشعب مرابط في الشوارع بدنا النظام السيستم كله أوفر قيم أوفر خلاص قايد ومش قايد رئيس الأركان بعدين تتكلم تليش رئيس الأركان مش فيه رئيس مجلس أمة وفي مجلس وزراء وفي أحزاب بطلحك السياسيين انت اختزلت العالم العربي كله والجزائر كلها بشخصك والجيش بشخصك يا أحمد قايد قال لي ما أنا نقايد آخ آخ عمو الشعب الجزائر بالشارع يرفض حكم العسكر لا لحكم العسكر كل العالم يحكمه سياسيين تريزا مي كانت جنرال لواء خليفة حفتر جابوا من الثلاجة مجمدين وعشرين سنة هو قاعد بياكل واشرب باشرب المهم بالمدينة اللي قنالك عليها والله اللي قنالك المهم بعدين لما مات القذافي عميلهم لا المهم خلصني قال حفتر يلا أنا أنا ليف أنسلمك حفتر نسخة القذافي الأسوأ مجرم حرب ومحمود الورفلي عامل سلفي تحفلح تعجبك ما أجمل آخ محمود الورفلي سلفي ولك حفتر أكبر من الشيطان أنت تكفيري لا بس هذا الواقع والغ في الدماء إلى الكوع شو سمي تقي الدين لا طبعا المهم فهذا باسم السلف شفت شفت التصنع يا أبويا يقتل الناس رميا بالرصاص إعدام مباشر خلاصة إذن بالبداية جزين كانوا قولوا لا للعهدة الخامسة بعدين انتهينا من هاي الآن لا لحكم العسكر بدنا السياسيين يعكمونا زي العالم ترامب عمره ما كان عسكري مثلا ماكرون 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 المهم عمره ما كان عسكري تريزا ماي عمره ما كانت عسكرية الخلاصة يعني توني بلير عمره ما كان عسكري الخلاصة ليه العالم كله بيحكمو الطبقة السياسية همش عندنا طبقة سياسية مفيش قهط محل مفيش طبقة سياسية ممحية مفيش والاحزاب هزيلة اهزل من هزيلة وطعيفة وممخان مخنوقة ومحاصرة عالمك العربي الان في مصر احزاب ما فيه احزاب في حزب النور السلفي كل ما يريده السيسي اوكي 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 طب قولوا لي واحدة لا قالوا قولنا لا للدولة المدنية فكرنا منها قولش لا تفهمشو الدولة المدنية وهذه اللي وقفت عندها والديكتاتورية وقتل الناس قلتولها ايوه مش كده طول دقنك وحط لي طبعة هون قد ركبة الجمل برهامي المهم الطبعة يا برهامي والدقن الطويلة انا الاسلام والاسلام وانا برهامي لما كان مرسو قال بدنا نقدم في مجلس النواب الله اكبر الله اكبر يا قدع انت ما في جنبنا مسجد بقدنا هم لأ هنقدم في مجلس النواب ونطالب بتربية اللحة للشرطة الان خرسوا خرسوا تماما والذي كلمسيما سموه حزب الزور حزب الزور مرهامي اه يا مرهامي اه سقط القناع عن القناع اللحة والديكور هذا والطبعة والله افلام يا بوية بلعتون اياها اي واحد نظيف حزب الزور مش طبوه بتلاقيه صار في الشارع بيظل الخردة والسقط والعملاء والطبع بيفلق مصاريني الطبعة اطول الجبهة من طول السجود الله 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 ما في دين طبعا لك من كان مع اعداء الله واعداء الله يالهم جدوا الاخوان يقول لك الاخوان مش مش في بالي عم بيحاربوا الدين يا اخبياء ما انتوا فاهمين والله قد مئت مرة فاهمين والله حرب على الدين لما يقول لك احنا وزين نغير الخطاب الديني ما يخلنوش دين اطلاقا اطلاقا على كل حال ثورة الجزائر نبقى نكمل عنه عشان بس نتحف اسمعكم بفتوى الهباش ما له هذا بقول اي قرش بروح لغزة حرام فرعا لا اعش شرعا حرام شرعا سواء كان لي فقير او مريض حرام اذا عباس يرتكي بالحرام عن اللي بعثه زمان البطل يبعث الان لانه بده احاصر غزة حتى الموت اما عجيب تلتقي انتو اسرائيل قال انا مش ملتقي مع اسرائيل انا بالدرجة غزة للوحدة اعمل لياها وزير اوقاف على سن ورمح مش عقبك ان شاء الله ما عجبك مهم عاجب الرئيس مخطب قدام الرئيس بيجتمع على حماس الرئيس كأنك بيجتمع على حماسي بيجتمع على حماسي بيجتمع على حماسي اطربوا لي خطاب الهباش يكفي انه عباس راضي عنك لتفهمنا غلط حرام يا لفقير او مريض من اي دين انت من اي ملة انت وكيل عن الله في الارض حرام شرعا يا هباش شفت الحرب يا اخواني شفت السلطة شفت رجالها شفت رموزها شفتم ولا لسه اذا نيامت شوفوا طيب انتهى الوقت والحمد لله انه اكملنا الثلاث وصلات ولو على ضعف ولا ان نحرم لقاء هذه الوجوه الطيبة اخواني بدأنا الحلقة بعنوان الامل ونختم بالتذكير بعنوان الحلقة بالامل الموصول بالله لا يفقد الامل فقدنا الامل انقطع الحبل وغرقنا الامل حبل نجاتنا تعلق بحبل الامل مش وهم لا هذا حبل ممدود من الارض الى السماء ومن السماء الى الارض واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما ابتغرقوا اذا اعتصمتوا بهذا الحبل اذا ايها الاحباب الى الملتقى بكم ودائما نراكم باقوى معنويات اقوى امل اخوى يقيم بالله سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا